تسأل تقول أريد توضيح في مسألة الوضوء تقول فيه إشكالات كثيرة عند كثير من المسلمين في مسألة الإسباغ الوضوء وتسأل عن الدهن إذا كان على الجسم هل يمنع الوضوء أختم على بارك الله فيك لا شك بأن الوضوء عبادة جليلة جاء ذكرها في القرآن والسنة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوب فاتطهروا النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أصحابه رضي الله عنهم وضوءه نقلا صحيحا ما تركوا شيء ما تركوا شيء والدواوين السنة مليئة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك العلماء اجتهدوا وسهلوا مسألة الوضوء بسطوها وقسموها حتى يفهم الناس كيفية الوضوء كيفية الوضوء بالنسبة لصفة الوضوء باختصار هو أن يأتي المتوضع فيغسل كفيه ثلاثا وغسل الكفين في أول الوضوء سنة سنة وليست بفريضة بعض العلماء أوجب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل أوجب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل ولكن إذا لم يكن قائما من النوم فإن هذا سنة لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق يجعل نصف الكف للفم والنصف الثاني للأنف لكن لو فصل بين المضمض والاستنشاق جمهور العلماء يقولوا لا حرج في ذلك ولا أحد يبطل وضوء من فصل بين المضمض والاستنشاق لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يفصل بين المضمض والاستنشاق يتمضمض ويستنشق بكف واحدة ثم يستنثر بيساره يستنثر بيساره ثم بعد ذلك يأخذ كفا من ماء ويغسل وجهه الوجه ما هو سمي الوجه لأن الإنسان يواجه به الآخرين وحدود الوجه من منابت شعر الرأس وبعض العلماء يقول من حذر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين هذا الذقن هذا طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا يعني من الأذن إلى الأذن هذا البياض الموجود هنا هذا من الوجه لأن بعض الناس الآن يغسل مقدمة الوجه وينسى البياض هذا الذي بين الأذن وبين ما يسمى العذار هذا الشعر هذا يجب غسله ويتعاهد الإنسان أثناء غسل الوجه هكذا يتعاهد المآقي هذه مجال الدمع وكذلك العنفق اللي تحت الشفى السفلة حتى يبلغ الماء يعني الوجه كاملا يغسل مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين وهنا مسألة مهمة يا أختي أم علاء لابد للناس أن ينتبهوا لها للأسف كثير من المتوضعين والمتوضعات لما يجون غسل اليدين يبدؤون من هنا لماذا؟ قالوا لأنه غسلنا الكفين في أول الصلاة وهذا غلط يا إخواني غسل الكفين في أول الصلاة سنة وغسل اليدين إلى المرفقين فرض ولذلك النبي عليه الصلاة سنة كان يغسل من أطراف أصابع يديه إلى المرفقين يعني لابد أن أيضا يدير الماء على المرفقين يدير الماء على المرفقين يغسل من هنا كاملة ويبدأ باليمنى ثم اليسرى لابد من أن يضع الماء أول ما يضع هنا أو إذا أحب أن يبدأ من هنا وينزل الماء على الكفين مع الأصابع يجزئه هذا ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان المتوضع كفا من ماء وينفضه ويمسح رأسه بمثل هذه الطريقة يعمل من رأس كاملا ويرجع أو يقبل ثم يدبر وبعدين يدخل يديه في صماخي أذنيه السباحتين هذه ويمسح ظاهر أذنيه يدخل السباحتين في صماخي الأذنين ويمسح باطنهما وبالإبهامين ظاهر الأذنين ثم بعد ذلك يغسل قدميه مع الكعبين ومع الكعبين الكعبان ما هما الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وعلى القدم يسمونه جوزتين هذه لازم تدخل في الوضع لازم تدخل في الوضع هذا هو الوضع بسهولة ويجب على الإنسان أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشر ولذلك العلماء نصوا على أن من شروط صحة الوضع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر مثل طلاء الأظافر مثل الأدهان التي تشكل طبقة عازلة مثلا كريمات أحيانا في بعض الكريمات تشكل طبقة عازلة مثلا تمنع وصول الماء إلى البشر طبعا هناك أذكار أولها عند الوضوء يقول بسم الله وهذا سنة وليس هناك شيء على أثناء الوضوء بعض الناس يأتي بأذكار وأدعية أثناء الوضوء ما ثبت عندنا ثلاث أذكار وأدعية فقط هي الثابتة واحد في أول الوضوء واثنان في آخر الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء أما الدعاء أما الأول فقول بسم الله وأما بعد الانتهاء من الوضوء فهو أن يقول المتوضي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول هذا عند مسلم والترمذي في زيادة عند الترمذي تكلم عليها بعض أهل العلم منهم من صححها ومنهم من ضعفها اللهم افتح لي أبواب رحمتك عفوا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة اختلف فيها العلماء وفي ذكر آخر جاء عند النساء من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك وفيه أخطاء وبدع للأسف بعض الناس يمسح الرقبة وما في دليل على مسح الرقبة هذه كله يجب أخواني موجود هذا ولله الحمد ممكن للإنسان أنه يحصل على هذه المعلومات بسهولة ويحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بين أصحابه وينقلون هذا للأمة عثمان بن عفان كما في الحديث الصحيح قال يقول للناس ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله يعلمون الناس بشكل عملي يعني حتى أن الناس يأخذون هذا بالمشاهدة لأحيانا الكلام قد لا يرسخ في الذهن مثل ما يرسخ التطبيق العمل بارك الله فيك